اشتركوا في القناة الكلمة بتقول انه التلاميذ اتوا امام الرب ليسألوه من جديد هذه الطلبة اللي بيها ينفكوا من قيودهم واللي بيها يعلنوا كلمة الحق بلا خوف امام الجميع ذكرنا في الحالة الماضية وحذكر الكلمة مرة تانية بتقول الكلمة انه مرفعوا قلوبهم الى الرب وقالوا يا رب الان انظر في سفر الاعمال اصحاح 4 انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة تقول الكلمة لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة حبا احنا جايين تاني بنقول انه المرسل الشخص الرسولي شخص اللي عنده رسالة الشخص اللي قاتي من عند ربنا يسوع المسيح اللي بيحمل كلمة الحياة في دخله الله وضع في قلبه جمر نار متقد انه يشهد عن اله وانه يتكلم امام الناس مرة تاني انا بقولك انه نفس التعبير لذكرته في الحلقة الماضية انا باجي بقوله مرة تاني ايه هي المجاهرة المجاهرة هي قول الحق في العلن بلا خوف قول الحق في العلن بلا خوف ونهار دا ايضا اشجع قلوبنا مرة تاني ان احنا نشهد ان احنا نخرج ده اللي عمله الرب يسوع ده اللي حطوا على قلوبنا على التلاميذ وعلى الرسل اجمعين انه اذهبوا الى العالم اجمع اكرزوا بالانجيل احباقي مرة تاني بقول انه الكرازة بالانجيل مش كرازة صمتة فيه كرازة بالحياة فيه حياتنا لابد انها تكون شاهدة عن الرب حياتنا لابد انها تكون بتعلن عن الله وعن وجوده في داخل حياتنا لكن الكلمة تصل ايضا بالكلام بالمجاهرة السؤال اللي انا عايز اسأله النهار دا ايه اللي بيمنعني ايه اللي بيمنعني اني اشهد ايه اللي بيمنعني اني اتكلم بكلمة الحياة اللي الرب غرصها وضعها في داخل قلبي فيه في حياتنا حجة كتيرة او اعذار كتيرة فيه ناس مش قادرة انها تتكلم بمجاهرة بسبب الخوف لاني خايف لاني خايف من الرفض خايف من الاضطهاد خايف من الموجهة مع الناس خايف اني ما كنش قادر اني اشهد بصراحة وبصدق عن اللي الله اعطاه اياني فيه ناس تانية بتقول انا مش قادر اشهد او اتكلم بمجاهرة بسبب عدم معرفتي انا مش مش خادم انا مش يعني مش ضليع في الانجيل هل دا مانع هل دا سبب انه يمنعك انك تتكلم انك تجاهر انك تشهد انك توصل للحواليك اعتقدش انه هذا سبب كافي بتقولك المطلع عن انسانة هذه الانسانة كانت عيشة في الخطيئة كانت عيشة في الزنا كانت عيشة بتنتقل من رجل الى اخر في يوم الايام الرب يسوع قابل هذه المرأة المرأة السامرية اللي الكتاب لم يذكر اسمها واعتقد احتراما وتقديرا لمكان يفعله الرب يسوع لماضي هذه المرأة لكن الرب يسوع اتى الى هذه المرأة تكلم اليها لما تكلم اليها لمس قلبها عرفها ايه هو ينبوع الماء الحي اللي منه تشرب فلا تعتش ابدا بتقول كلمة الله انه هذه المرأة تركت جرتها وخرجت الى اهل المدينة رجعت الى اهل المدينة وبتقول الكلمة في يحنى اربعة تسعة وشرين هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعل هذه المرأة كان في داخلها مش احساس يقين انه في حاجة جديدة امسكت بيها انه في سر للحياة لابد انها تعلنوا لبقية الناس الناس اللي رفضوها الناس اللي ربما بيكلموا عليها كلام بطال الناس اللي سمعتها معروفة عندهم شكلها ايه لكن هذه المرأة كتمليانة بغيرة كتمليانة بقلبة متقد بنار انها تشهد عن ذاك اللي قال ليها كل ما فعلت واسمها الكلمة بتقول ايه في انجيل يوحنى اصحاح اربعة واحنا بنقرأ هذه القصة عن المرأة السامرية بتقول الكلمة في عدد تسعة وثلاثين الست دي رجعت وشهدت بما قالوا الرب ليها شهدت باللي حصل في داخل حياتها لا تعرف كتاب لا تعرف ايات لا تعرف انجيل لا تعرف ما تعرفش حاجة ما تعرفش غير حاجة واحدة بس تعرفش انه في شخص قابلها هذا الشخص قال لها كل ما فعلت اتقابلت مع المسيح الحي وهي رايحة تقول للناس انا تقابلت مع المسيح الحي دي الشهادة اللي ربنا النهاردة عايز يحطها جوه فمك وجوه فمك يحطها جوه قلبي وجوه قلبك ان احنا نشهد بكلمة الحياة للاخرين بتقول الكلمة هنا أنه لما رجعت وتكلمت بتقول الكلمة في عدد تسعة وتلاتين يحنى أربعة فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين السبب بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت الرب يسوع لأنه بكلام العلم حكى لهذه المرأة عن ماضيها عن كل ما فيها وأعطاها وأعطاها طريق وأعطاها سكة أنها تعرف الحياة الأبدية وتشرب من الماء الحي ذهبت وخبرت أهل قريتها مدينتها ضيعتها عما فعل بيها الرب وبسبب كلامها بتقول الكلمة آمن بشخص الرب يسوع كثيرين جدا حبان عايزة أقول اليوم أنه شهدتك 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 أنك تشهد الجرء اللي الله يحطها فيك المجهرة أنك تقول الحق تعلنه إلى خارج للناس بلا خوف قادر أنه يكسر الخجل في حياتك قادر أنه يحطم مهما كنت من النوع الخجول مهما كنت من النوع اللي بيكسف لكن شهدتك عن شخص الرب يسوع شيء ملزم في حياتنا دي الرسالة اللي بنعيش لأجلها دي الكلمة اللي الله حطها على قلوبنا لكي نشهد إلى عالم بتقول عنه الكلمة قد وضع في الشرير النهاردة أنا جاي مرة تانية عشان أشجع قلبك وأشجع قلبك أشجع قلوبنا جميعا أنه إحنا نأتي من جديد لنخبر بكم صنع بينا الرب ورحمنا المجهرة بتخليك أنك في حاجة جواك في زي نار بتغلي في دخلك أنه في كلمة على لسانك عايز تخبر بيها بتقول الكلمة أنه كأنه نار بتضطرم في داخلنا أو بتقول الكلمة أنه كمطرقة تحطم الصخر كلمة الشهادة اللي موجودة في داخلنا في يوم الأيام نبي الله الرمية بسبب الاضطهاد وبسبب أنه كان بسبب شاهدته كلامه رموه في السجن بسبب رميته في السجن كان مش قادر تكلمها رب كل ما بتكلم بكلمة الشهادة والطهد لذلك أنا أصمت لا أفتح فمي لكن في يومي للأيام أمام كل ما يراه بسبب الجرء اللي الله حطها جوا قلبه بسبب المجاهرة اللي في داخل حياته بحلول الروح القدس بتقول كلمة الله أنه تكلم بكلمة الله ولم يستطيع الإمساك لم يستطع أن يكتم هذه الشهادة في داخلهم الرب بيقول لشعبه في سفر شعياء أنتم شهودي يقول الرب أنتم اللي تخبروا عما صنعت بيكم في الحياة حوالي أو حواليك ألاف من الناس الذين لم يسمعوا بعد برسالة ربنا يسوع المسيح وأنا وأنت خدنا نعمة الحياة وأنا وأنت الله عرفنا طريق الحياة الأبدية وبتقول الكلمة أنه في يوحنى 3-16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليه؟ ليه؟ محبة الله ظهرت لنا ليه؟ السبب بسيط جدا بقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية هناك هلاك أحباي هناك جحيم متقد بنار وكبريت إن لم نشهد أولئك اللي بيعيشوا من حواليك أقربائك أحبائك مصرهم الأبدي هو الجحيم علشان كده المجهرة هي احتياج النهاردة للمرسلين احتياج للي أرسلهم شخص ربنا يسوع المسيح بيحملوا كلمة الحياة وكلمة الشهادة يصلوا بها إلى آخرين بتقول الكلمة في رمية عشر أربعتاشر كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به حيأمنوا إزاي بشخص يسوع المسيح حيأمنوا إزاي باللي أتى اللي كي يخلصهم حيأمنوا إزاي بشخص ابن الله اللي أعطى نفسه لأجلنا لكي يفتدينا من الموت والهلاك وكيف يسمعون بلا كارث هسمعوا إزاي من غير شخص يشهد من غير شخص يتكلم من غير شخص يكون عنده جرأة حقيقية بالروح الخطر أنا عايزك بس تفهم حاجة أنا بش بتكلم أنه لابد وأنه عليك فتفتح بقك مع أي حد أنا بتكلم لأنك أنت مدرك أنك ممسوح لأنك مدرك أنك مرسل لأنك مدرك أنه الله خطفك من النار وأتى بيك إلى ملكوت ابن الله لتكون شاهد لي قصة القديمة بتاعت أن الشهادة دولة للكارزين والمبشرين والخدام والرعاة دي كتبة قديمة النهاردة بنحكي عن الحق كل من عرف شخص الرب يسوع كل من نال هذا الخلاص كل من سكف في قلبه عطية الله بالروح والقدس ما عندكش شيء ولو ما تعرفش شيء في هذا المكتوب عندك شهادة حياتك عندك كم صنع بيك الرب ورحمة عندك شيء قادر تخبر به الناس عندك حاجة تقولها أنه أنا عرفت طريق الخلاص محتاج أن أتكلم به إلى حياة الآخرين عمل المسيح من خلال الروح والقدس أحباي بتقول كلمة الله لكنكم ستنالون قوله أعمال واحد تمانية لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وبعدين مش هيكون عندكم قوة عشان يكون عندكم مواهب تفتخروا بيها قدام الناس وتقولوا أنه أنت عندكم قوة مختلفة لكن رب يسوع واضح العبارة والروح القدس صريح في التعبير جدا ومباشر إلى القلب بتقول الكلمة وتكونون لي شهودا سبب حلول الروح القدس على الكنيسة سبب ملأك بقوة روح الله القدس علشان تكون شاهد مش عشان يسدد لك احتياجاتك بس مش عشان تشوف اهتمام الرب بيك بس لكن علشان تكون ما بين يديه أنت بتخدمه وبتخبر آخرين عن حقه وعن خلاصه لو خوفك منعك عايز أقولك النهاردة أن الجرأة والمجاهرة بالروح القدس قادر يكسر هذا الخوف من حياتك آه لو الخوف إنسان آه لو الخوف شخص كنا قتلناه لكن الخوف هو هو الشعور هو إحساس هو ضغط هو قيد بيمسك قلوبنا وحياتنا لكن الله اليوم عايز يخلصك ويكسرك من هذا الخوف علشان تنطلق وتشهد عن عمل الله في حياتك بتقول الكلمة هذكر أمثلة بسيطة جدا من العهد الجديد تذكروا في الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن الرسل وعن بولس عن بطرس ويوحنة اللي وقفوا قدام رؤساء الكهنة اللي بيتطاهدوهم اللي بيهددوهم وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس احنا مش حنبطل نحكي عن هذا الاسم مش حنصمت ولا حتستدف وهنا ان احنا نتكلم عن شخص اسم ربنا يسوع المسيح لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص أنا حقولها مرة تاني وبكررها مرة تاني ليس من اسم آخر لنبي لرسول لشخص لعقيدة لإيمان ما من اسم آخر تحت هذه السماء التي نعيش تحتها غير اسم يسوع المسيح أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هذا الاسم اللي وقف وشهد بطرس عنه هذا الشخص اللي كان مبارح بيخاف الرب الشخص اللي أنكر الرب أمام جاريا وأمام آخرين النهاردة بسبب قوة الروح القدس اللي قتت في داخل حياته عرف أنه دي الفرصة اللي عليه أنه يتكلم فيها لينقذ كثيرين من الناس من الهلاك ويأتي بيهم إلى الخلاص بسبب الجرأة اللي في داخل قلبه ربنا ينقل لك النهاردة من خلال هذه الكلمات جرأة مختلفة تكون في قلبك وفي أعماقك وفي حياتك أنك تشهد عن عمل الله وعن شخص ربنا يسوع المسيح إستفانوس إستفانوس أول شهيد في كلمة الله بتقول عنه الكلمة هذه الكلمات وقف وحكى وأخبر وقال لليهود وقال لرؤساء الكهنة من هو شخص الرب يسوع بتقول كلمة الله إن وقف إستفانوس في أعمال سبعة وعدد واحد وخمسين بداية من عدد واحد وخمسين بيقول إستفانوس هو مش خايف من الناس حواليه بيقول يا قسات الرقاب وغير المختنين بالقلوب والأذان أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباءكم كذلك أنتم أي الأنبياء لم يضطهدوه أباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذين أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه الذين أخذتم النموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه أنا وأنت النهاردة لو حستين أن الناس حوالينا كلها وإحنا في موقع تهديد حنصمت أو نحاول أن إحنا نفلت من الأمر لكن إستفانوس لأنه لم يخاف إلا وجه الرب فقط ولأنه في قلبه كلمة شهادة ومجاهرة بإيمان ربنا يسوع المسيح تكلم ليهم بما أعطاها الله أنه يتكلم بتولي الكلمة في عدد واحد واربعين فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله قال النشاف الرب ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله فساحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة خرجوا خارج المدينة ورجموا والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول كانوا يرجمون إستفانوس وهو يدعو يقول أيها الرب يسوع اقبل روحي أنا وإنت في هذا العصر في أيام ستأتي وهي قريبة عندما يأتي المطهدون ليطهدوك لا نحتاج أن نختبر في مغاور أو كهوف أو صخور نحن نحتاج أن نقف لنشهد ونقول أيها الرب يسوع اقبل روحي لكن لا تمنعني أن أتكلم بكلمة الحياة لأن كلمة الحياة قادرة أن تصل لإنسان وتغيره سمعني النهاردة إستفانوس وقف دفع حياته دفع حياته وبسبب شهدته واحد من أولئك الشهود كان اسمه شاول أتى الآخرين اللي رجموا إستفانوس ألقوا ثيابهم عند قدميه هذا الشاول مضطهد الكنيسة سمعني ولا مسمعني حواليك كتير من مضطهد الكنيسة حواليك كتير من اللي بيضطهده شخص الرب يسوع والرب يسوع عندما قابل هذا الشخص في أصحاح 9 لما تقرأ عنه في سفر الأعمال يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني انت مش بتضطهد كنيسة انت مش بتضطهد جماعة مؤمنين اللي بيتضطهدك مش بيتضطهدك انت بيتضطهد شخص اللي أرسلك بيتضطهد شخص الروح القدس اللي زقك ودفعك وقت بيك عشان تشهد بكلمة الحياة هذا الشخص تغير شاول الترصوسي أصبح بولس اللي أكتر من نص العهد الجديد كتبه الرجل اللي شهد ببشارة نعمة الله بسبب شهادة شخصه جرقته لم يخف وجه إنسان لم يخف من وجه أحد لكن وقف بشكاعة وبقلبه واسق عشان يشهد لإلهه اللي أعطاه هذه المسحة والنعمة النهاردة بنادي على الكنيسة المستخبية الكنيسة المستخبية الكنيسة اللي عايشة في الظلمة مستحية مش عايزة تخرج إلى النور وتشهد ببشارة نعمة الله خايفة من إيه يا كنيسة؟ خايفين من إيه يا مؤمنين من للطهاب؟ هو في بركة حتحصل من غير الطهاب؟ هو في نعمة حتكون من غير الطهاب؟ بتقول كلمة الله جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يتطهدون إن لم تتطهد هناك شيء في تقواك إن لم تتطهد ولم يكن هناك آخرين ينتقدوا ما تفتع في المسيح يسوع في حاجة غلط في سيستم إيمانك وأنا بشجعك النهاردة كويس إن احنا نعيش حياة هادئة مطمئنة ولكن عندما تمتلق قلوبنا من الجرأة تمتلق قلوبنا من المجاهرة لنشهد ببشارة نعمة الله ساعتها هنقدر نطلع من الاستخباية نطلع من الأماكن المستترة اللي إحنا فيها ونشوف الناس اللي حوالينا اللي بتموت كل يوم ونقول لهم على الحرية اللي لينا في شخص ربنا يسوع المسيح أنا نفسي أقول لك النهاردة انت نسيت ولا انت نسيتي إن احنا كنا أبناء الغضب برضو احنا كنا أبناء المعصية احنا كان محكوم علينا بالإعدام كان محكوم علينا بالهلاك الأبدي لكن نعمة الله افتقدتنا لكن في شخص أرسلوا الرب إلى حياتي أو إلى حياتك أو إلى حياتك في حد كان بيصلي من أجلك في حد قالك على كلمة الله في حد حكالك عن اختباره واللي بيه انفتحت عينك واللي بيت نقلت من الظلمة إلى النور ممسك ممسك ليه عن آخرين تحكي لهم إنه في حد نجاك من النار ويقدر ينجيهم ده وقت إن الجرأة تكون في حياتك ده وقت إن مسحة المجاهرة تكون على قلبك إنك تخرج إلى كثيرين تحكي وتتكلم ليهم بكلمة الله أنا بصلي نهاردة إنه سلسلة اللا مبالاة تنكسر في داخل حياتي وحياتك لا مبالاة نحن لا نبالي لا نبالي لا نبالي بالمفقودين لا نبالي بالمحرومين لا نبالي بالناس اللي ما بتعرفش ربك كم ناس ألاف من حولك كل واحد منهم بيدور على رب كل واحد منهم بيدور على ديانة كل واحد منهم بيدور على شيء يشبعه وإنت عندك حاجة حقيقية أنت عندك الشيء الحقيقي وحدك نعم كلمة الله بتقول أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد رب يا سوع مش كداب رب يا سوع صادق ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه مفيش غير طريق واحد مفيش غير سكة واحدة أحبائي مش كل الطرق تود روما مش كل الطرق تود السماء مفيش غير سكة واحدة وطريق واحد شخص ربنا يسوع المسيح بقولها وبعلنها يشوفني الملايين يشوفني الآلاف هي دي الكلمة وهو ده المكتوب وأنا بصلي النهاردة للمؤمنين أنا بصلي النهاردة للمرسلين أنا بصلي من كل قلبي للي أخدوا هذه النعمة في حياتهم افتح شفتيك وتكلم لتخبر عن إلها لا تخجل بما أعطاه الله في حياتك رسول بوليس بيقول في كورنسس الأولى أصحاح واحد وعدد 18 إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة الهالكين اللي إله هذا الظهر أعمى عيونهم كلمة الصليب عند الهالكين لكن عندنا نحن المخلصين هي قوة الله بيقول الرسول بوليس في رمية واحد 16 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لسه بتستحي بإنجيل ربنا يسوع المسيح لسه بتخاف لما تكون قدام الناس إنك تنكر سيدك اللي فداك واللي خلصك النهاردة بصلي من كل قلبي إن هذا الخوف هذا العار اللي على حياتي وحياتك يكسر لتشهد عن نعمة الله في داخل العالم لا تستحي بإنجيل ربنا يسوع المسيح رسول بوليس في أفسوس كان موجود في أفسوس في سفر الأعمال أصحاح 20 بتقول الكلمة بعد ما جمع قصوص الكنيسة أتى بهم اسمع الكلمة بيقول إيه؟ بيقول إني مازلت أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة أعمال 2019 وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود رغم مكايد اليهود رغم ناس من جنسي اضطهدوني كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهدا لليهود ولنينيين بالتوبة إلى الله والإيمان بربنا يسوع المسيح أحباي كلمة الله بتقول إن الرسول بوليس لم يؤخر شيء كل ما عرفه كل ما توضعه الله بين يديه كان بيقوله وكان بيخبر بيه أخرين من حوله عدد 24 هو ده التحدي اللي كان موجود في داخل حياته ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي أنت كده مضيع حياتك أنا مضيع حياتي لأنه كلمة الله بتقول اللي يضيع حياته يجدها يجد الحياة عندما يضيعها كي أتمن بفرح سعي والخدمة التي أخستها من الرب يسوع ليه؟ لأشهد ببشارة نعمة الله الجرأة في حياة بوليس الرسول والجرأة أعطته إنه يصل إلى ملايين من الناس أعطته إنه أسيا الصغرى كلها تسمع بكلمة الله لأنه لم يخاف حكام لم يخاف من سجن لم يخاف من وجوه بشر وكان قلبه متقط بالنار إن الكلمة تصل إلى كثيرين آخرين من حوله هي دي وصيته اللي بيوصف فيها تلميزه تيموثاوس في تيموثاوس الأولى أصحاح 6 خليني أختم حلقتنا بهذه الكلمات تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس بتقول الكلمة مبارك اسمك يا رب بتقول الكلمة في عدد 11 و 12 بيقول الرسول بوليس أما أنت فيا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والبداعة جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضاً واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين أحباي إنه نهاردة بشجع قلبي وقلبك إن إحنا نعترف بالاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين بيجي شجعتي لمساوس تلميزه ابنه في الإيمان وبيقوله إنه لا تخجل في مساوس الثانية أصحاح واحد وعدد ثمانية فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره بل اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح لأجل الإنجيل بحسب قوة الله ليكن في قلبك اليوم إيمان ليكن في داخل قلبك حياة أنت بيها بتشهد عن عمل الله في داخل حياتك الرب بيقول كلمة النهاردة أحباقي والرب هو بيقول الكلمة جاي منتظر مني ومنك إن إحنا ما ننكروش منتظر إن إحنا يكون جوانا جرأة ويكون جوانا إيمان بينشهد عن كلمة الله محبة الله ونعمته شيء رائع في حياتي وفي حياتك لكن الله منتظر من اللي أخدوا النعمة واللي نالوا الخلاص إنهم يشهدوا بالكلمة وإنه يقولوا بيها وأنا وإنت في امتحان وامتحانات في أيامنا وفي حياتنا في كل يوم إنك تكون بتنكر سيدك ولا بتخبر بمن هو سيدك بطرس كان حيفقد خلاصه بسبب إنكاره للسيد لكن الرب عاد مرة تاني بسبب بكوء بكاءه وبسبب دموعه وبسبب تبتو الرب رجع مرة تاني أتحبني؟ نعم يا رب ارعى غنمي ارعى خرافي المحبة الحقيقية إنك تذهب وتبين ده ما تنكرنيش تاني لكن أعف قدام الناس اخبر باسمي اللي وضع عليك بتقول الكلمة في نشيد هذا النشيد كان يرنم في الكنيسة الأولى علموا الرسول بولوس إلى تيموساوس وبيقول له هذه الكلمات في تيموساوس الثاني أصحاح 2 عدد 11 صادقة هي الكلمة إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه هللوية خبر طيب لو كنا متنا معه حنحيا أيضا معه إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه إن كنا ننكره اسمع الكلمة من فضلك فهو أيضا سينكرنا كلام بيكلم مين؟ بيكلم المؤمنين بيكلم تلميزه تيموساوس بيكلم الكنيسة إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا إن كنا غير أمنا أي إننا لم نشهد لي أي أننا أنكرنا فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه يعني إيه؟ هو حيبقى أمين أيضا إحنا أنكرنا ما نقدرش أقول هو مش حينكرنا لا هو أيضا سينكرنا هو أمين لكلمة وعده أحبا اليوم أنا بصلي من كل قلبي أنا بصلي من داخل أعماقي إن الله ييجي على حياتي وعلى حياتك يكسر من علي ومن عليك روح عدم المبالاة روح التبلد اللي أمسك بينا أنا بصلي اليوم يا رب إحيي فينا من جديد روح الشهادة لأجلك روح اللي بيه ننقذ الهالكين من حولنا يا رب حررني اكسر من علي الخوف من التهاضر الخوف من رأي الناس فيي أعطيني اليوم أنا أتكلم بكلامك بكل مجهرة تعالى صلي معي تعالى صلي معي وارفع قلبك قدام الله وقول له رب أنا عايز بقي تفتح شفتي تتكلم بحقك أخبر بكم صنعت بي ورحمتني أقول للناس إنسان قال لي كل ما فعلت تعالى النهاردة وإحنا بناخد الدقائق البسيطة دي جدد عهدك جدد عهدك قال له رب طلعني من خجلي طلعنا رب من الوهم اللي أنا فيه طلعنا رب من الانكماش من الاختباء ساعدني أني عايش حياة أمينة عشان أخبر عن شخص المسيح اللي عايش في حياتي ارفع قلبك معايا الآن ارفع قلبك من إيه ما كنت من إيه ما كنت واقف قاعد على السرير في أي مكان أنت فيه ارفع قلبك قال له رب أنا أريد إنه هذه المجاهرة والجرأة تكون بتملأ حياتي يا سيد يا روح الله القدوس وصلي من كل قلبي في هذا الوقت يا رب اللي هذه الكلمات يا رب بتطلع عبر الأثير لتصل إلى آلاف ملايين من الناس يا رب مسحة جديدة من السماوات يا رب إطلاق جديد من سماواتك يأتي بجرأة جديدة على القلوب يا رب يفتك مننا يا رب تفتك من حياتنا روح رب عدم المبالاة روح التبلد روح النعاس اللي أمسك كنستك واللي أمسك كثيرين حط في داخل قلوبنا نار متقدة من روحك يا رب نار متقدة بيها نشهد عن عملك وعن فضل نعمتك آه يا سيد الرب كم من آلاف من ملايين للناس مصرهم في الهلاك يا رب أعطينا استفاقة أعطينا استنارة أعطينا قلب مختلف أعطينا أن نخرج من القوقعة أعطينا أن نخرج يا رب من المكان والفخ اللي وضعنا أنفسنا فيه لنخرج ونشهد ببشارة نعمة الله حرك القلوب اليوم يا رب حرك القلوب اليوم يا سيد رب إيه بلى رب كل تايب ليك إيه بلى رب كل ابن وبيت من ولادك النهاردة جاي يجدد عهده معاك ويقول لك استخدمني مرة تاني يا رب استخدمني الأقرباء استخدمني الأهل بيتي استخدمني للناس اللي معايا في العمل استخدمني الأصدقاء استخدمني للناس من حولي أكون شاهد ليك في كل نهار أكون شاهد ليك مع كل طلعت فجر وطلعت صباح جديد أعطني أن أشهد لكلمة مجدك تعال بروحك الصالح اليوم أقم جيش جديد ليك تعال بروحك الصالح يا رب وقف كثيرين على أرجلهم مرة تاني ليقفوا ويتكلموا بكلمة الحياة تعال ألمس ألسنتنا تعال ألمس شفاهنا تعال أعطينا نار تضطرم في داخلنا يا رب لا نستطيع الإمساك لنشهد ولا نخبر عن عمل حقك وكلمتك يا رب ده انتظرنا فيك يا رب ودرجانا النهاردة درجانا النهاردة درجانا النهاردة في كثيرين بيشاهدوني الآن إبليس بيهددك ويقولك أنه بسبب خطية وبسبب مواقف مع ناس أنت مش هتقدر تشهد وأنا عايزك توقف النهاردة وتقول له أنت كذاب وأبو الكذاب أستطيع أن أشهد لأني الآن أتوب لأني الآن أرجع لأني الآن أصحح المواقف والآن أرجع وأتكلم بكلام الله في حياتي آف اليوم على رجلك من تاني آف اليوم وإنت الصلب العود من جديد تشهد عن عمل نعمة الله في حياتك تشدد بإيمان تشدد بقوة لأنه ده زمن الحصاد والرب حيجمع بيه وبيك إلى أن ألقاك في حلقة قادمة رب يكون معكم قد جاءت أيام الحصاد لنجمع ونحصد حكوم الطلبة تغطي الأمم أما علينا فيشرك نور كل وعدا يكب السماء يشركك الشمس في ميائها صوتك المياه عين أدو الإبنان آدياً للبن لينصور على